نعمل بطولة عربية كان نقص لنا فروت فقال أنا عايز فروت صغير ما تقول ليش على فروت معدل 29 أو معدل 30 فهو أنا قاعد قلت له أسامة فيصل فاكر إحنا تفرجنا وكان نزل احتياطي ونزل قال لي لا 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 أطلب مدربه فكلمت وكبتخالي الجلال كلمنا كان لسه المنتخب الأولمبي قبل ما يعمله شوقيا تمام كبتخالي غريب فكلمت وقى الرياض تمام أنا عارفه بس هو أصر أن أنا كان للمدرب أنا عارف أسامة كويس لندل معاه طول اليوم أنا عارفه عارفه كويس أعرف قال لكم إيه ساعد أخدناها ما نعيبش كتير وبرضو معسكر في الثاني هو لعب كويس عيب كويس بس هو كسلان شوي كسلان إحنا قلت له الكلام ده لازم عشان تنافس ناصر منسي لازم توصل لدرجة كويسة أي هو في المنتخب الأولومبي وإن شاء الله هو ألعب كويس ويكتاهج كابت محمد شوقي كان ضمن الأسماء المرشحة أنه ينضم في جهاز مستر روي فيتوريا اللي قالها صريحة لما تسأل أنا مش هضم ولا مصري ولا أجنبي أنا الكلام ده زعالي جد يا طب استنى أكمل التصريح إلا لو كان هيضف لي أي إضافة للمشاهدين لو حد ما شفوش وعايز أشوف السي في بتاعه زعالك ليه الكلام ده بص موضوع المدربين المصريين كويسين جدا وفيهم كفاءات كويسة واشتغلت مع كل الأجانب بعيد عني بعيد عني شوقي تحديدا يعني أو غير شوقي شوقي وشوقي غريب وناس كثيرة اشتغلت قسامة نبيه مع كوبر ما عجبنيش الطريقة في عملية اختيار المدير الفني رغم أن أنا بقول للتحاب بعد إذنكم ما تجيبولوش حد لإقترامة فكرته بهذا الشكل فالمدرب اللي هيجي مش هيبقاله يعني مش هيبقاله دور بشكل كويس مش كل مداري بولي سيستم بتاعه يعني أنا بالنسبالي ما بضم مش إلا اللي هيضيف حاجة معينة فلازم أقرأ أشوف يعني أعتقد دي تفاصيل مش دائما يتكلم على أن سبب نجاحك هو التفاصيل يضيف تفاصيل كتيرة جدا نحن ساعدنا فيها آه أيوة مش مختلف هيحتاج 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 لعيب عايز يكلمه على انفراد هيحتاج لعيب بيبقى خايف أو أول مرة لا هيحتاج لغة مصرية آه الآن ولغة مصرية على كفاءة مش واحد جاي يتصور يعني مفهوم مين اللي جاي يتصور بطريق كلامه آه واحد هو مش هيبقى مش هيدخل في فريق العمل الآن من حالة آه الدنيا بتاعتك يا مستر بيتوري عمي اللي انت عايزه اللي يبدو إن الاتحاد الكرة موفرها له الاتحاد الكرة يعني لازم يوفر له كل اللي هو عايزه أنا مش جاي بواحد بتفعله 200 ألف دولار عشان عاكم عليه لا فهم طبعا أو أخه قررت ضده لا هو شايف إنه هنجح بدي ما حدش يلغط عليه ينجح بدي لكن أنا بقول لك وجود العنصر المصري مفيد جدا لي جدا جدا مفيد لي لكن أنا تمنا له النجاح بأي طريقة بطريقته خصوصا إنه الأمور سهلة يعني الأربع سنين دول سهلين جدا سهلين طبعا سهلين عشان أعرب نشتغل براحته يعمل مش سرقتين يعمل ثلاث فرق إنت أول منافسة في شهر ثلاثة هذه سبع شهور بعد كده بطولة إفريقيا تأجلت لـ 2025 وهو غير مطالب بيها يعني بعد سنتين 2025 تأجلت لـ 25 ما قال الإعداد مش هيبقى عارف عندك أحمد جلال ما تعرفت أنا عايز أفتكير والـ 24 يناير الـ 25 تأجلت تاني أنا بقى المشكلة فيها أنا مش في الإعداد فهو مش مطالب إنت أخذ بالك هذه راح إنت هتشتغل على كاس العالم 26 إن شاء الله اللي هو هيدخل فيه 9 فرق ونص 9 فرق ونص من أفريقيا أي مظبوط فهو عنده وقت يشتغل يعمل يبني يبني مشروع كويس فالاتحاد ليه ما يقولوش لازم تاخد أصلاح هاي بقى الشكل بعد الكلام اللي قالو ما عرفش مين ممكن يروح يشتغل إنه مين اللي فيه المواصفات اللي تكلم عليها ولا مين اللي ممكن يقبل المواصفات موجودة احنا مش عايزين نقارن مواصفات بواصفات مين اللي يقبل إنه يشتغل بعد اللي تقال ده يعني ما عرفش هو ممكن يشتغل إزاي يعني أنت واخد بالك أو أي حد يقبل أنا بقفلش على حد بفول أنا بتكلم طالما هو هيرتح كده فخلاص يعني أتمنى من الاتحاد الكوري إنه هو يريحه يعني يسيبه يشتغل وهو لما يشتغل في هدوء هينتج إن شاء الله احنا مش هينتج فرقة ده الأربع سنين دول هينتج فرقتين إن شاء الله إن شاء الله طيب